شك سكان حي الفاخورة في لوائر صيف القريب من اتلال الفوسفات ومخلفاتها من غياب الخدمات الأساسية بحيث أصبحت مكانا لطلح النفايات الصلبة من قبل قلبات خاصة مدعومة بموافقات قد تكون رسمية وطلب الأهل وزارة البيئة تشكيل لجنة لدراسة الأثر البيئي لحي الفاخورة تستمر المعاناة في هذا الحي الفقير شوارع غير معبدة تغيب عنها الإنارة أبنية عشوائية برك من المياه الأسنة في الشوارع شتاء وغبار وأتربى صيفا وانتشار واضح للأفاخ السامة والعقارب والكلاب الضلة وعن مشكلة الإنارة قال سكان المنطقة لا إنارة في الطرقات وهذا تسبب بالكثير من المشاكل الأمنية ليلا وفي كثير من الأحيان يتعذر وصول سيارات النجدة أو حتى سيارات الإسعاف للحي بسبب رداءة الطرق التي لا ترتقي إلى الطرق الزراعية نعاني منها من نقص خدماتنا الاجتماعية نعاني منها من وضع بيئي سيء جدا عدم خدمات بالنظافة ونعاني طرق مكسرة لا تصلنا السيارات نهائيا وكأننا مش في المنطقة يعني وهناك أمور كثيرة من خدمات ماء وكهرباء أيضا لم تصل الجميع ونلاحظ أنه حتى التكسي عندما بزور المنطقة يقول أنا ما بصركه في المنطقة النفيات بحرقة بالشوارع الكلاب الضالة موجود بالشوارع لا طرق ولا مواصلات ولا مياء ولا كهرباء حتى على مستوى بنجيب تكسي مكتب يجيب النبضاء على هون بقول لك عمان على الشارع أو بوقف يعني شيء يرث له من كيف ما أشبه لك أو أوصف لك حياة سيئة للغاية المنوثات البيئية هاي ما تفضل تحكى الأخ عنها ليت ولكن نعاني برضو من مراكز صحية من مدارس من خدمات معدومين من خدمات كاملة مكملة ووصلنا لرئيس بلدية الرزيفي وروحنا له أنا أشرف محمد يوسف الجبالي وبقول أنا واحد من الناس رحت له على مكتبه والمكتب هذا حطه جلالة الملك عبدالله الثاني وليس له أسام حيمور أنا واحد من الناس طرني من مكتبه لما رحت له على الخدمات وعلى سوق الحلال أنا بحكيها بكل صدق طرني من مكتبه قل لي ما إليك عندي إشي وطلع برى المكتب إحنا معدومين من الفران جردين حيايا عكارب أولاد ما بيطلع على المدارس لما بيطلع عند ابنينة بصف الأول ابتداية أو بنتي الأول ابتداية بتطلع من حي الفخورة للإسكان الساعة ستة الصبح كيف وضع المأساة هاي اللي إحنا فيها المرأة بدأت روح تشتري خضرة إذا بدأت تشتري بخمس دنانير بتحط تكسي عشر دنانير عشان يفكر يفوت على حي الفخورة أستراد إذا بدأت تركب تروع على مستشفى من الأستراد مستحيل تقطع الأستراد قبل ساعة أو ساعة ونص من السير يا سيد احنا روحنا رئيس البلدية ترصيفة وأجل اجتمع عنا هان قلنا له عن سيارات البلدية بتكون محملة زبالة وهي مارقة سيارات كلها بتفضي زبالة وهي مارقة بيقول له يا رئيس البلدية يا رئيس البلدية السياراتيك بيقول اكتبوا قال ما الله يلعن أبو اللي يسرع رئيس بلدية بحكي مع مواطنين زيك قال لنا تعالوا خذوا ذناك وذناك أشغال روحنا له لنا بقول مين حكا لك وانا ما جيت عمان تكتر فخور أصلا لحكا لك كذاب وإحنا بنعالم نطلق بشوف هاي الكلاب أين صورناهن الكلاب في نص الشارع الرئيسي أطفالنا بروحوش بيش قادرين نروح على المدارس بدنا نصلي الفجر نطلع صلاة الفجر الكلاب ظل بتخوف وين نودي وين نروح بدنا نطلع بعد العشة محد بقدر يقدر نطلع من بيته وين نروح إحنا سيارات بتفوتش عنا أطفالنا بتتروع على المدارس بدنا نجيب باس بدنا نصلي المدارس في آخر الدنيا بدنا خدمات بدنا نسير بدنا نعيش زي هالناس زي هالناس اللي عايشة بس للحقيقة الدولية كان معكم زكريا الزواهرة لواء الرصيفة محافظة الزرقاء